ده جانب مهم جداً تعالوا نخش لجانب الولايات المتحدة الأمريكية القرع يوم 5-12 في مدينة مايامي ومايامي في ولاية فولاري ده والفترة اللي جاي على الحاول قدر إن كان نقربكم شوية أنا عارف الجانب الجغرافي مهم جداً في الجهزات اللي زي دي بس فرصة للشباب اللي بيتفرج علينا على شاشة القناة الأهلي نقدم له مادة رياضية بس لها علاقة بالثقافة الجغرافية وانت بتلعب فيه الولايات المتحدة الأمريكية أكيد ناس كتيرة ممكن ما تعرفش ولايات معينة ممكن ما تعرفش مدين معينة ولكن فرصة تواجد الأهلي هناك هنقدم من خلاله مادة إعلامية على المستوى الرياضي وعلى المستوى الجغرافي إحنا نستفيد وجمهورنا بالتأكيد يستفيد القرع يوم 5-12 في ميامي الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة وجود الفرق المشاركة وجود أكبر الفرق في أوروبا هنبتكلم نسخة مصغرة من دور الأبطال يعني لما تلقى 12 فريق من أوروبا منهم 8 دايما موجودين في الكوارتر فاينال شايف البطولة إزاي والقرع يعني بعد أقل من شهر طبعا بطولة هي وقت ده خدد جدل كبير لأنه برضو خلي بالك الفترة دي في زحمة في البطولات والمشاركة وبنشوف حتى التوقف الدولي ده ده تقريبا أنا بقول كده دي بداية التمرد يعني التمرد أصبر بس كمان توقفين كمان اللعيبة هتبتدي فعلا أنا متوقع أن على نهاية السنة دي وارد جدا يحصل أزمة كبيرة مع الفيفا فيما يخص التوقفات الدولية يعني بطولات الأندية أمرها سهل لكن فيما يخص عدد التوقفات الدولية والمباراة لأن اللعيبة كم اللعيبة اللي بيتساقط بسبب الإصابة قبل توقف الدولي الحالي كبير جدا على مستوى العالم كل فالبطولة دي بالنسبة للفيفا زي ما بنقول كده كانت مهمة جدا والفيفا حتى لو تفتكر يا محمد في 2000 لما قال النسخة الأولى لها كانت 2021 في الصين كان وقتها نظام 24 نادي بسبب ده في البداية خالص في البداية خالص ووقتها تأجلت عشان كورونا لما رحلوا اليورو ورحلوا الأولمبيكس ورحلوا عدد من البطولات ودي الصورة هاي اللي قم دالا بس مهم يعني لقطة اللوجو النادي الأهلي وسط اللوجو حم واحد حاجة جميلة جدا ويعني ده حاجات مش ببلاش اللي هو لا لا بتفعيل فاحة لوليس شوف ناس انت بتجيب صفقات وبتسافر بطيارات خاصة أفريقيا اه جايزة مثلا في أفريقيا ممكن ما تغطيلكش بس بوس هي دي في ناس مهما صرفت من مليارات ما بتوصلش هنا ما بتوصلش بالزرط كفاء ده حاجة يجب أن نفتخر بيها فنهارده استكمالا الفيفا مهتم جدا بالبطولة دي حتى لما تأجلت أنا فاكر تصريح لإنفانتينو طلع قال كده قال البطولة دي مهمة جدا للاتحادات وللأندية وللفيفا ولكل الناس لأن البطولة دي هي اللي هتجيب ريفنيو نقدر نستمر ونكمل بيه فهو وقتها رحوا معدلين النظام الـ 32 وهتتلاعب كل 4 سنين في السنة اللي قبل كاس العالم و زباط الدنيا طيب النهارده احنا البطولة دي زي ما قلنا أهم حاجة فيها المعيار اللي كان فيها إن هم مش عايزين بس مجرد إن الطوب ليفل بتاع الأندية هو اللي خش ومش عايز يكرر كمان البلاد فحط لها معايير معينة هتلاقي إن فيه بين فيكا و بورتو هتلاقي بروسيا و دورتمود هتلاقي ساليسبورج ليه ده عشان المعيار بتاع ناديين من دولة واحدة بشفر من ثلاثة بالضبط ما يبقاش الأمور فيها زحمة ما تلاقيش مثلا من الـ 12 خمس أندية أو ستة أندية من إنجلترا مظبوط تعرف التصنيف ده بسببه ليفربول مش موجود ليفربول ميلان في مين تاني في ألمانيا أعتقد ليبزيك مش موجودين أرسنال مش موجود مانشستر يونايتد كل دول بسبب أن ريال مدريد لما اكسبها مرتين في الأربع سنين دول ادى الفرصة لليبزيك عفوا لساليسبورج